السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سبوح الفل عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دخلنا النهاردة عند ابو غالية في الوكالة وفعلا الدنيا كانت زحمة جدا المكان كان على بعضه انا كنت بصراحة هرجع لان لقيت الدنيا زحمة اوي وطبعا اللي روح وعارف ابو غالية من اكتر الاماكن اللي فيها برندات وكلها حاجته كلها بيبقى وبيبقى كل جمعة بيبقى فيه الجديد اللي بينزل حاجات جديدة بتبقى موجودة كل يوم جمعة النهاردة ده الفيديو ده كان يوم الجمعة طبعا معايا بقى ونشوف الحاجات اللي موجودة وطبعا على قد ما قدرت يعني حاولت ان انا اصور لكم يعني بعض الحاجات اللي موجودة هناك ويقابوا معايا الفيديو النهاردة وياريت ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلوكم من بيتي العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله اولا كده ابو غاليا بعد الفسخاني على طول اخر صور شركة الكهرباء لو احنا جايين من عند محطة الاسعاف او لو انت جاي من عند الكورنيش هتاخد بعد زكت سمكة على طول بيبقى معروف هو بندخل حرة صغيرة كده بعد العمارة اللي فيها يعني هي ودية المكان ده العمارة اللي فيها الفسخاني او لو احنا جايين من عند محطة الاسعاف بننزل لحد اخر بناخد اخر صور شركة الكهرباء وبيبدأ يقابلنا ابو غاليا بعد الفسخاني على طول اول شارع او اول حرة صغيرة كده بتقابلنا على لي من هو اول محل يعني اول محل يعني يعتبر يعني يعتبر ايه هو بايل اليفط بتاعته كده بايل اه 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 ابو غاليا يعني المحل الاولاني وهو تاني محل على طول بس ظاهري اه الحاجات اللي موجودة عنده كلها بلاستيسنا براندي وبيبقى موجود عليها التيكت وفي الحاجات اللي هي النايل دي شايفين هي كان بتشد وانا بتشد بس قلت لها طب الزبوري انا هاخدها الصورة واخدها ثاني الكطع دي برضو كان عامل سعر واحد اه كله بيبقى عنده سعر واحد فيه بصراحة حاجات عنده حلوة جدا حاجات كلها براندات من كل الماركات هتلاقوها موجودة اه الاستند ده اللي انا عمالة صور لكو فيه طبعا لاني معرفتش ادخل جوه خالص خالص بس بقى طبعا ازاي لانا حاولت ومعجزة ان انا عرفت ادخل اصلا جوه المحل ان انا اصور بصوا بقى اه بصراحة فيها حاجات حلوة بصوا دي اه دي زي جاكت كده اه قصية اه بس بصراحة كتفصيلة والشكل حلو اه طبعا التيكت موجود عليه وتيكت المركة بتاعته يعني لما بيكون تيكت مكتوب عليه نايل التيكت المركة مش موجود فهما بيحطوا النايل ده بس هو جديد برضو كل الحاجات دي اللي انتو شايفينها طبعا بيبقى عامل يوم الجمعة ده اللي هو بيبقى كوليكشن الجديد اه بص دخلت لكم المحل تعالوا بقى شوفوا لما بدأت ادخل اه انا طبعا بصوا هندخل كده ونشوف هنعرف نصور انا طبعا كان عنده اول مرة لقي عنده اه اطفالي المرة دي كان في لبس اطفالي واللبس اهو زي ما انتو شايفين اه كله حاجات جديدة بتيكت بصوا البلوزة دي حلوة على فكرة كانت خامتها حرير مع قطن كده يعني مع تشكيلة اه بصوا دي بصراحة تحفة اه معلش هنا طبعا مع صامحوني انا عشان اقدر اقف الحتة دي الناس حولي وجنبي وبصوا مش عارف اقول لكم ازاي زحمة جدا جدا وخاصة الدور اللي فوق انا بصراحة معرفتش اطلع الدور اللي فوق نهائي لانه هو في دور كمان يعني هو عامل زي دور اول كده صغير والدور اللي فوق كمان بيبقى آآ زحمة جدا شايفين دي حلوة قوي البلوزة دي تحفة بصراحة جميلة آآ بحب اول بلوزات اللي بتبقى ليها شريطة من قدام كده على اللياقة تنفع زي فيونكا كده تتربط بها البلوزة كانت اظن ان هي كانت ستان مع حريريا هو هنا انا عمال اشوف الحاجات اللي موجودة بحاول ان انا ورهاركو دي كانت آآ كاروهات آآ بس بصراحة حلوة بوتيكت نفس المركة اللي موجودة على البلوزة آآ دي برضو كان لونها مستردة بس بصراحة حلوة يعني لقى لونها رقيق الصمرة بقى فما بالكم بقى بالحاجات الصمرة الصمرة هناك كانت حلوة اوه على فكرة الوانها بتبقى غامقة بس عشان تعرفوا في وقت التصوير مش بيبان جمالها بتبان ان هي باتة بس بتكون هي غامقة ولونها حلوة اوه بصوا البلوزة الطويلة دي آآ ده زي جاكت كده آآ لونه كان احمر وحلو اوي على فكرة القمان بتاعته واسعة وآآ آآ حلو كبير كده واسعوا ليه زي آآ جبان بصوا البلوزة الصفرة دي اهي انا هنزلها لكو هحاول نزلها طبعا معرفتش اورها لكو اكتر من كده البلوزة دي امورة اوي بصوا شكلها حلوة مع الالوان اللي موجودة فيها رائية اللي الكارهات بقى اللي بيحب الكارهات عبر الفكرة قبلتني حاجات كتير كارهات بصوا البلوزة دي عاملة ازاي لها زي شرطين كده اهي كان في منها اتنين يعني ايه اللي هي كارهات احمر في اسود ودي اللي هي الرصاصي في اسود كانوا الاتنين دي بيكال زي بعض بالزبط بصوا بقى كارهات تاني اهي النايل دي يا جماعة مش معنى ان هي لا التيكت الاصلي مش موجود بس هي ماركة كمان يعني هي كمان ماركة وكلها بصراح حاجات حلوة يعني النهاردة كده كان عنده تشكيلة حلوة بصراح انا معرفتش اصور كله كان عنده حاجات تانية لسه بيرص فيها على التيكت على الاستنداب البلوستين دول او التلاتة اللي جنب بعضه دول بصراح حلوين شايفين دي اه برضو الحلوة دي كان الاسود في نقط ابيض تحفى بصراحة شكلها تحفى وفي اللبس دي بتبقى جميلة هي كانت مديه على فسكوس شوي بصوا البلوزة بحاول ان انا امسك الحاجة دي كانت اه بصوا انا عايز اوريكم الخامة بتاعتها كانت ستان او البلوزة دي كانت ستان شايفين شكلها ودي حلوة قوي صراحة جميلة او دي كانت من شيء ان بصوا الخامة والشكل البلوزة بصراحة يا بلاش البلوزات هناك او اللبس بمعنى اصحة اتنسف بصوا الناس خدت كميات كبيرة يعني ما شاء الله وكانت الناس فعلا مبسوطة بتاخد بكوم يعني بياخدوا بفترة بقى اللي بيقابلوا حتة عجبته خلاص بيشيلها وبياخد البلوزة دي برضو ماركة بصوا كشكل وتفصيلة حلوة والكمام كان فيه زي كرانيش كده والبلوزة اصلا كرانيش كده من تحت الصفرة اللي انا عديتها برضو كان لونها حلو راي الطايجر دي بصراحة حلوة اونا من الحاجات اللي بحبها برضو الالوان الطايجر البلوزة الصفرة دي البيضة مع اصفر خطين اصفر دي انا قلت لا هطلحها وراها لك بصوا جمالها بصراحة دي ما تتسبش اه كانت برضو ماركة مش عارفة شي ان او ايه انا عايزة اقرب كده شوية اه خميتة حلوة اوي نعمة وطرية اوي وفيها الخطين الابيض برضو مع الاصفر مع البلوزة البيضة بصراحة يا بلاش بصوا الكروهات كان هناك كتير دي زي معها استرس كده على الجيوب واسعة وحلوة اوي بصوا بقى البلوزة الصفرة دي ممكن مش عارفة نقول عليها صفرة او مستردة بس هي تحفة بجد روعة روعة من شيء اهي جميلة جدا بصوا البلوزة واسعة اه حلوة اوي الكمان بتاعتها واسعة مع استك كده كشكل حلو اوي بصوا بقى البلوزات سواء الغوامق كمان جميلة دي اتش ام بصوا شكلها بصراح حلوة انا كنت بصور والله يا جماعة والناس كانت ورايا وقدامي كانوا مستغربين ازاي انا بصور في الزحمة دي فحاولت بصراحة لان انا من نوع اللي بحب طالما دخلتي مكان لانا حاول اشوف ايه الحاجات اللي موجودة فيه بستكشف يعني وبشوفكم بقى تستكشفوا معايا شايفين البلوزة دي برضو بصراح حلوة اه الشغل اللي فيها كان هادي خالص هي بيضة لونها ابيض اه بصوا بقى البلوزة دي اصفر صفرة اه وكانت مركة حاول كده انا اطلعها لكم اه بصوا استنوا وهي مكتوب عليها اه نايل بس هي اصلا مركة البلوزة السودة دي برضو حلو قوي بصوا هنا الناس عاملة ازاي على بعضها الدرجة فيه حاجات كانت يعني بتوع على الارض والله والناس بتدوس عليها دي زيتي اه مركة بس مش الرقم الخط صغير قوي مش عارفة شوفه هو ايه دي زي دي وماشى برضو قطن بس بلوزة طويلة كده وكانت حلوة او دي ستان اللي هي البلوزة الكحن بصوا هنا بقى هوريكم بطريقة سريعة هنا الحاجات اللي على الستاند الصغير طبعا هو عنده اول ما بتدخل المحل بيقابلك استندات على اليمين وعلى الشمال ومش تحت بس لأ وفوق كمان شايفين دي برضو دي زي ستان بصوا البلوزة النبيتي دي بصراحة حلوة انا مش عارفة ليه ممسكتهاش اللي انا عدتها دي كانت نبيتي معا ابيض كده بس كان شكلها حلو قوي دي ستان اه مركة برضو كانت من شيئن اظن ان هي كانت شيئن اه دي برضو حلوة بصوا اه انا انسيت اقول لكم ان هو كان النهار ده طبعا سعر موحد يا بنات سعر موحد وهو متين جنيه اي قطعة عملة متين جنيه طبعا القطعة من دي او البلوزة من دي لو انت هتروح تجيبيها من مكانها او من المركة بتاعتها بتعدي مبلغ قادره يعني بالنسبة كميتين جنيه بصراحة للمكان اه حلوة وجديدة بصوا دي كمان دي منيس بلاش اه برضو كارهات بقول لكم الحاجات الكارهات كانت كتيرة والستان حلوة كتير والقطن برضو وكلها مركات الابيض كان كتير برضو هناك بصوا البلوزة البيضة دي كنت عايزة اوريكم مش عارفة شيئن او ايه دي الكاشمير برضو دي كانت شكلها حلوة وبصوا البلوزة النبيتي دي اه في اللبس دي بتيبقى واو اه كانت على قطن شوي استنوا انا لازم اطلع التيكت اشوفها ايه او كانت اه اظن كده كانت من شيئن بصوا كمية البلوزات الكتيرة اللي هي بالنسبة ليه الكارهات البلوزة دي امر حلوة اوي اللي هي الزيت اللي انا سيبتاقى اللي فيها ورود دي شكلها حلوة اوي طبعا انا بقول له لما شافني فبصار في الزحمة دي فبيقول لي اه على فكرة بالليل يعني وقت بالليل كده او اخر النهار بتبقى الدنيا ريئة جدا واي يوم طبعا اه بيبقى موجود على اي يعني اي سعر عنده بمية وخمسين جنيه اي يوم يعني اي ايام تانية غير يوم بجمعة بيبقى سعر موحد برضو بتبقى اي قطعة بمية وخمسين جنيه انما النهارده عشان كان يوم الجمعة فسعرها اه ميتين جنيه يعني هو بيبقى سعر موحد الاطفال برضو هوريكم دلوقتي حاجة منه لان بصراحة الاطفال ما عجبنيش خالص بس برضو كان عنده سعر موحد بصوا ديات البلوزة دي بيضة مع اللياء بيضة والخط الاسود اللي معها مع استرص كده على اللياء كان مديه شكل حلو اوي بصوا بقى البلوزة دي بصراحة جبتني الاصفر اللي بيحب بقى الالوان المطرقعة كانت اظن كده من شيء تيقلي اه اه حلو اوي بصوا كشكل طحفة جديدة جديدة جماركة والخط كمان اللي هو على الادراع حلو اوي بصوا دي برضو الاسود هناك طبعا بقصرا الكومان بتاعتها كان لها شكل ستايل كده مع الفيون ممكن اللي هي بتتربط كده اه كشكل حلو كان عليها جزء ستان الكومان بتاعتها كانت ديقة شوي دي اظن ان انا قبلتني قبل كده البلوزة الصمرة دي قط من اه اتش ام برضو اه دي بصراحة حلو اوي بصوا شكلها الالوان دي من الالوان الحلوة اه كشكل شيد جدا بصوا ابيض اه مع الخطوط الصمرة دي اه بتديها شكل حلو اوي اه بصوا الولد هنا كان عمال يرص الحاجات اللي بتقع على الارض بصوا بقى الجمال والشياكة والامر دي شايفين شكل البلوزة دي تحفة تجد يابا ليش بصوا شكلها وشياكتها فعلا روعة الشغل اللي كان على السدر ده حلو اوي وهي كقماشة وشكل اه برضو تحفة بصوا هنا انا عايزة اخد لكم لقطة كده اوريكم شكل المكان تعالوا بقى هوريكم الحاجات الاطفال الاطفال برضو كان عامل سعر موحد بس بصراحة ما عجبنيش يعني هوريكم برضو حاجة بسيطة منه وهنرجع تاني اللي اه اللي احنا شايفين بصوا كان عامل سعر موحد للاطفال بقى كله بمية جنيه طبعا برضو كلها مركات اه بس بصراحة غالي عليها جدا اه مية جنيه بالنسبة لشوق لبس الاطفال اه بلو اه بس اللي ده كان اولادي كان فيه تاني واحنا داخلين على طول على الشمال كان اه بناتي وممكن انت بتقلبي كده برضو هتلاقي حاجات اولادي وبناتي يعني بيبقى اه ميكسنج كده من اللبس بس اللي انا شايفها هنا كان معظمة اه امصان اولادي برضو مركات يعني كلها دي مركات وكان عامل سعر موحد اظن دي سبلاش اللي عدت امصان كلها جلسة كان بصوا الاميز ده او الكنسة تاني كان لونه ابيض كده بس الشكله حلو هنا ما كملتش لان حاجات الاطفال بصراح ما عجبتنيش وكان سعر واحد وهو اي حاجة بقى مية جنيه قطعة صغيرة قطعة طويلة صيارة اي كانت اي قطعة كان لها سعر واحد تعالوا هنا اوريكم الاستاند ده انا كل ده كنت بحاول ان انا عايزة اقرب عشان في افتقاري او في اعتقادي ان انا كنت ممكن اقدر اطلع فوق بس بقى معرفتيش خالص قربت لحد شوية استاندات هنا كانت فعلا تحفة الناس كانت بتطلع بعجوبة بصوا البلوزة دي بس شكلها معقول يعني حلوة برضو بصوا طويلة وحلوة جدا بصوا شكلها البلوزة برضو اللي اخضر شوية مع كروهات اه حلوة برضو بصوا دي انا هحاول احطها كده عشان اطلع لكم التيكت ونعرف المركة بتاعتها ايه طب يعني عايزة اقرب شوي اظن ان هي كانت اتش ام تيقلي كده كان جزء ستان وجزء قط الجنس برضو شايفين الجنس بصوا بحارب انا كنت في حرب لأ بصراحة يا بنات انا كنت في حرب هن البلوزة دي برضو كان شكلها حلوة قوي بصوا دي كمان بصراحة تحفة اللي بيحب بقى الالوان الحلوة دي اللي كانت مشجرة كده وشكلها حلو بصراحة هو حضط عليها تيكت نايلي اه لان هي تيكت اكيد مش موجود فهو طبعا عايز يعرفكم ان هي جديدة فهيحط لها تيكت بقى دي لحد ما ممكن في ناس بتحبها اللي هي البلوزة دي كان فيها الوان كتير بصوا دي انا بحاول اوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي البلوزة اصلا حلوة صمرة اه لها زي فتحة كده على السدر مربعة دي حمرة اللي بيحب بقى الحاجات الحمرة برضو كان شكلها حلو اه بس كمية اللبس رهيبة رهيبة وكان عنده جزء تاني اخر المحل هناك اهو كان عمال يطلع ويرص في وليستانديرت فكانت فيه بنات عايزة تاخد منه يعني من اللي لسه هو كان عمال في الشكرات اللي موجودة عنده بس طبعا قاعد يقول لهم لأ اللي عايز ياخد ياخد من علل الاستندير بس بصراحة بيبقى عنده يعني لو انت هتدخولي كده هو المحل بيبقى بيفتح من الساعة تسعة كده الصبح هو كل يوم شغالين بس زي ما انا برجع بقرر لكم للي ما خدش باله في اول مرة ده يوم الجمعة يوم الجمعة ده بيبقى من الايام المميزة عندهم كل حاجة بيطلعوها جديدة يوم الجمعة او بمعنى اصح الجديد بينزل عندهم يوم الجمعة وصول بلوزة دي برضو حلوة اوي طويلة كده والكمان بتاعتها واسعة وسعر موحد ميتين جنيه كانت برضو ماركة اللي لونها مستردة دي انا عايزة اطلحها كده وراها لكم هي زي جاكت يعني ممكن اعتبارها جاكت آآ جزء قصير وقوم من ورا كده طوير مع زعبوت برضو بس خميتها كانت قطن هو برضو بس كانت ماركة البلوزة دي برضو حلوة والله الكروهات زي ما انتم شايفين البلوزة دي برضو كان شكلها حل مكتوب عليها آآ دي برضو كشكل جميلة جدا طويلة والكمان بتاعتها على جزء اه واسعة برضو شايفين دي كشكل برضو حلوة اوي اللي بيحب بقى الحاجات القصيرة دي اظن كانت يزبلاش او شيء مش عارفة ايه بالزبط. آآ بصوا البلوزة المسترضة دي تحفاها تحفا. آآ شايفين دي كمان دي طويلة آآ ما فيهاش اي حاجة القمان بتاعته زي كان عليها كرانيش كده وسط رص كده لون زي لون حاجات لولي كده بصوا دي كمان تحفا تحفا يا جماعة بصوا حلوة اوي بس كمان ما كانش عنده مكان للقياس يعني اللي عايز يقس بقى يحط على يعني يقسه هو واقف شايفين المكان انا بحاول هنا عايزة اوريكم الدنيا زحمة ازاي بصوا انا في النص في النص ايه انا ما كنتش بينة انا كنت عمالة حاول احارب والله العظيم بصوا هنا حاولت بقى بعد اعجوبة بعد اعجوبة وطلعت الحمد الله على السلام اخيرا انا شفت اليافطة وطلعت برا اه رجعت تاني برا لقيت بقى الاستاند انا كنت بص فيه بس كان حاطت حاجات تانية جتير هو هو اسمه ابو غير بيبقى موجود زي ما انا قلتلكم شغال كل يوم بس زي ما انتم شايفين الجديد بينزل يوم الجمعة بس عنده للي بقى بيحب الحاجات البرندات الحاجات الاصلي اه الحاجات زي ما انت شايفين كلها موجودة عنده اه عنده استايلات كتير حلوة بصراحة يعجبكم يعني بصراحة عنده حاجات حلوة واللي شاطر بقى اللي هيعرف يطلع الدور اللي فوق كان فيه حاجات حلوة جدا يعني الناس نازلة كميات رهيبة من اللفس وكده خلصت الفيديو النهاردة اتمنى طبعا بعد المحاربة دي كلها اه يكون اه عرفتوا تشوفوا ايه الحاجات اللي موجودة وطبعا كانت الناس صايمة يعني الغريبة احنا كنا كل الزحمة دي اه في رمضان اهول ايه يوم الجمعة والدنيا كانت زحمة فعلا فعلا زحمة قوي فكل سلامة انتم طيبين رمضان مبارك علينا وعليكم يا ربو اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم الفيديو وما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلوكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد مع السلامة واستنون الفيديو الجاي ان شاء الله وفي امان الله اشتركوا في القناة عشان